اشتركوا في القناة وساعتها جات لي عشرات الاسئلة على الصفحة في الفيسبوك تطالب برأي محطة مصر في هذه المقولة وسكت حينها والبعض اعتبر السكوت انه مفيش رد ولكني سكت لاني كنت اظن ووضح ان الظن في محله الصحيح ان فريد الدي بيمتلك عين بصيرة لما سيحدث والناس خدت التصريح ساعتها بالسهزاء ولكن عدت الايام واكتشفنا ان فريد الديب كان يرى ابعد كثيرا مما نرى ليه بقى فريد الديب عنده بصيرة وبيرى ابعد مما نرى عشان لما نبص للواقع النهاردة مثلا على سبيل المثال في مرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية فنجد انهم وسبحان الله المرشحين بيحوا نائب رئيس جمهورية مبارك رئيس مخابراته وزير طيرانه رئيس وزراءه وزير خارجيته سفيره كلهم مرشحين لرئاسة الجمهورية فقلت سبحان الله وكأن فريد الديب كان يقرأ ما بين السطور فتحية لمبارك المخلوع مفجر الثورة المصرية حقيقة نهاردة نقولها بكل تأكيد مناصرة لقولة فريد الديب التي سبقت كل العقول والألباب في إضاحة الحقيقة ولكننا واضح ان احنا مش عايزين نفهم والله يرحم جلال عامر الله يرحمه ويتقبله ويتغمده برحمته لما قال أما أنا لجيل ألفس بريسلي أن يسلم الراية لجيل الفيسبوك هي لسه فيها ألفس بريسلي يلا بينا على بركة الله نبدأ محطة مصر